السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم التربية الإسلامية للصف الأول متوسط اليوم عندي الدرس السادس النظافة وطبعا عندي لخص النظافة وحل المناقشة عندي ثلاث نقاط النظافة وهي تعريفها تعريق يقول لك عرف النظافة هي النقاء من الدنس والقذارة مادية أو حسية كانت مثل طهارة الثوب والبدن أو المكان أو معنوية مثل الحسية هذه هي طهارة الثوب والبدن والمكان والمعنوية مثل الاستقامة في السلوك والأخلاق والنزاهة والبراء من النقيصة وتخليص النفس من كل الشوائب والضغاء والعيوب هنا نعرف النظافة وما هي المادية والحسية مثل يش ومثل يش هنا لخصت هنا ذني النقطين الورقتين النظافة لخصتها مثلا عندي هذا يقول لك لماذا النظافة تكون أصلا في الشريعة هذا السؤال لماذا النظافة تكون أصلا في الشريعة الجواب يقول لأن أثر النظافة عميق في أعلى شأن الإنسان واحترامه فضلا عن تمكينه من النهوض بأعباء الحياة يعني الحد هنا شل السؤال لماذا النظافة تكون أصلا في الشريعة من الشريعة والدين هنا جوابها لأن أثر النظافة الحد هذا بعد أكو سؤال يقول ما هي الفريضة التي لا تقبل إلا النظافة يعني ما هي الفريضة التي تقبل إلا بالنظافة عدي شروط الصلاة والوضوء هذا شروط الصلاة والوضوء شل السؤالين ما هي الفريضة التي لا تقبل إلا بالنظافة الصلاة والوضوء هي الوضوء والصلاة أذكر آيات قرآنية تدل على النظافة هذه يا أيها الذين آمنوا هذه أو أكو هذه أدي عنها يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر هو آيات قرآنية أذكر أحاديث أدل على النظافة هذا الطهور شطر الإيمان والتنظف فإن الإسلام نظيف وهذه تنظف فإن الإسلام نظيف وبعد أحاديث النظافة من الإيمان هذه التلخيص ذن الورقتين وهذه المناقشة نقول ما معنى النظافة المعنوية مثل ما قلت النظافة المعنوية هي الاستقامة في السلوك والأخلاق والنزاهة والبراء من النقيصة وتخليص النفس من كل الشوائب والضغائم والعيوب اذكر آية قرآنية مثل ما قلت النظافة هذه الآية قرآنية وهذه آية وهذه آية وثالثا اذكر حديث نبوي شريف مثل ما قلت الطهور شطر الإيمان وتنظف فإن الإسلام نظيف والنظافة من الإيمان هذه تلخيص النظافة وبالتوفيق إن شاء الله